أرحب مجدداً مشاهدينا بضيفي من القاهرة الدكتور علاء حشيش مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية في مصر أهلا بك معنا دكتور يعني في هذا الحوار سنطرح العديد من التساؤلات نحاول أيضاً تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة مع استمرار تفشي الوباء عالمياً أبدأ من حيث السؤال سؤال الناس اليوم هل من لقاح أو دواء أو علاج حتى لفايروس كورونا أهلا وسلم سيد حزم أهلا وسلم سيد المشاهدين زي ما حالك عارف الفايروس من ساعة ما انتشر من أول ما الصين بلغت المنظمة في 31 ديسمبر 2019 وفي إجراءات كتيرة بتحصل عشان حث المجتمع العلمي على الاستثمار في إيجاد لقاح وإيجاد كواشف وعلاجات في الحقيقة حتى الآن الجزء المضيء من الموضوع أن بعد اكتشاف الفايروس ونحن نعمل الخريطة الجينية بتاعة الفايروس بحوالي ستين يوم تم إجراء أول اختبار للقاح على البشر دفع عمر العلم فترة زمنية وليلة في حاليا حوالي 40 لقاح في طور التجارب في المراحل المختلفة من التجارب الإكلينيكية وفي مجموعة من الأدوية في ما يطلق عليه السلوداريتي ترايل أو الاختبار الإكلينيكي العالمي اللي بيتم دلوقتي في دول كتيرة أكثر من 79 دولة على مستوى العالم فيها حاليا الكلينيكال ترايل لمراجعة الأدوية اللي بتستخدم في البرتوكول العلاجي لفايروس الكورونا بالإضافة لبعض الشركات حاليا بتكثف مجهودها للوصول إلى دواء جديد لفايروس الكورونا طيب ماذا عن الكوروكين ده دواء قديم معروف متواجد في معظم البلدان العالم بيستخدم في الأصل لعلاج المالاريا ويستخدم بكثرة في الدول اللي هي سبسحارين أفريكان وحوالين خط الاستوى الدواء أثبت أنه ليه فاعلية لتثبيت نشاط الفايروس ومنسمى التغلب على الفايروس وأن العيان يتم شفاءه بس الأصل في الموضوع لا يتم استخدام أي دواء إلى بوصفة طبية مفيش دواء في الدنيا ملوش أعراض جانبية لا ننصح باستخدام أي دواء بغض نظر اسمه أو إنتاجه إلا بوصفة طبية وفي نفس الوقت ما بننصحش أن المواطنين يخزنوا أدوية عن دواء في البيوت تحسبا لدواء مش هي موجودة وهذا ما بنسى تساءل عن المهم في الموضوع ووصفة طبية هل من أدوية محددة للوقاية من أثار فيروس كورونا والبعض بيستخدم اللقاحات المضادة للاتهابات الرئوية في الوقاية من الفايروس اللقاح بتاع الاتهاب الراوي بيمنع الاتهاب الراوي لأسباب تانية بس ما يمنعش مش لقاح للكورونا الكورونا لسه حتى الآن لم يتم صناعة لقاح لها مخص بس اللقاحات التانية بتستخدم لحماية الإنسان من أمراض تانية طب ما هو جديد أعراض مثل المكورات العنقودية مثلا نعم ما هو جديد أعراض فيروس كورونا دكتور أعراض فيروس كورونا بتشبه إلى حد كبير قوي أعراض الإنفلوانزا العادية الإنفلوانزا الموسمية السخونية، رتفاع في طريقة الحرارة، تكسير في الجسم همدان، نفسي تبقى مسدودة ابتدي عندي كحة، في الغالب تبقى كحة نشفة الأعراض دي كلها في الحقيقة تتشابه مع أعراض الإنفلوانزا الفرق بينهم أنه بقى فيه الإصابة تمت عن طريق شخص مخالط أنا كنت بحتاج بشخص مخالط في العمل أو في الشغل أو في المنزل فنقل للعدوى فبحتاج أتوجه للمستشفى عشان يتعمل لي مسحة عشان يتعمل البي سي آر عشان أشوف هل أنا وصبت بالكورونا ولا لم أصب هل هناك معلومات محدثة عن طريقة انتشار فيروس كورونا؟ فيروس كورونا ينتشر من لي عن طريق الرذاز؟ قطيرات الرذاز والكحة بتنقل الفيروس أو عن طريق التلامس لما أنا أكون أتكلم مع شخص في مسافة قليلة وأنا الشخص اللي قدامي مصاب أنا أعرض أن أنا أتصاب في نفس الوقت لو أنا موجود في بيئة بسكت أكرة الباب أو سلسلة مفاتيح أو أي حاجة أو سلمت على حد عنده الفيروس وأنا بعد كده الفيروس جاء على إيدي من غير مخس الإيدي بما يصابون أو ألكحل وامتداعك عينية الفيروس سيخش لي بس الطريقة الأصلية التي هي عن طريق الرذاز كحة أو عطس ده الأصل في انتقاء الفيروس بالإضافة إلى التلامس من سطح غير نظيف إلى الأغشية المخاطية كالفم والعين وهذا يدعونا للتساؤل كم فترة مكوث الفيروس على الأسطح هو التساؤل دوت قتل بحثا من الإعلام والمواطنين قضية الفيروس سيقعد أدي في أبحاث كثيرة بتكلم لأجل ذلك سألت هذا السؤال دكتور علاء هو قتل بحثا بكل تأكيد ومعظم الأسئلة ربما أجيب عنها سابقا لكن مع تطور تفشي الفيروس يمكن أن يكون هناك مجموعة من التحديثات لديكم في المنظمة هو الأصل في الموضوع أننا ألتزم بحاجتين أسيتين عشان أحمي نفسي ألتزم بالتباعد المكاني التباعد المجتمعي بيني وبين الآخرين على أقل يبقى بيني وبين الآخرين متر عشان لا ينتنقل المرض وفي نفس الوقت ألتزم بي اللي هو أن أنا أخسر إيدي بصورة مستمرة سواء ميا وصابون أو بقالك حل عشان أموت الفيروس إحنا في الحقيقة الفترة الزمنية لمعيشة الفيروس دي بتتم في المعامل المستشفيات والمعامل البحثية بس أنا كمواطن عادي رايح شغلي أو رايح البيت أو رايح سور ماركت أنا معرفش الفيروس كموجود اللي قابلي إمتى فأنا يهمني أكثر الالتزام بالنظافة العامة تطهير المكان اللي أنا موجود فيه أو الالتزام بغسيل أيدي بالإضافة إلى التباعد المجتمعي بين الأشخاص الآخرين عشان ما يحصل ليش إصابة طيب فترة الحضانة لهذا المرض هل هناك تحديثات أيضا من قبلكم؟ فترة الحضانة بالنسبة للفيروس الكوفيد بتبقى من يومين لأربعتاشر يوم فترة الحضانة هي الفترة اللي بيقعد فيها الفيروس عشان يحصل له تكاثر لقبل ظهور المرض لي على الإنسان في الحقيقة فترة الحضانة دي فترة شوية تسبب بعض المشاكل وبعض الخطورة لأنه ممكن قبل ما تظهر الأعراض الشخص يبقى المصاب ومش عليه أعراض ينقل المرض لأشخاص آخرين عشان كيف ننصح برضو بالتباعد المجتمعي زي ما قلنا بين آخرين طيب أنتقل بك إلى مجموعة من الممارسات وتحتاج إلى إجابات سريعة دكتور البعض يذهب لتناول الثوم الثوم فيه كويس جدا أنتي أكسيدنت بس هو ملوش علاقة بالكورونا أو مش هيئة الكورونا هو يعني هو غيظة صحي بس ملوش علاقة بالكورونا غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي دي عادة بتستخدم بس برضو ملهاش علاقة بالكورونا لن تقضي على كورونا ولن تمنع الإصابة بالكورونا وضع زيت السمسم على البشرة برضو يعني هي حطر البشرة بس برضو ملحي علاقة بالكورونا نعم هناك البعض يعني من الشائع الآن يقول أنه حتى لا تدخل الفيروسات عن طريق البشرة يتم وضع زيت السمسم طبعا أنت تنفي ذلك البعض يذهب أيضا لرش الجسم بالكحول والكلور في القضاء على الفيروس بشكل دائم في الحقيقة الكلور أو الألكوحول ممكن يعمله تهيج والتهابات في الجلد فليس سيبع ليهم أي دور في الوقاية من الكورونا الفيروس ليس سيخش الجسم من الجلد السليم الفيروس يخش الجسم من الأخشية المخاطية يخش من الأنف من الفم من العين إنما جلدي السليم ليس سيخش منه الفيروس نظرية وضع الزيوت أو الكلور أو الكحول ده ملهاش دور لأن في الآخر طالما أن الجلد بتاعي سليم ليس سيحصل في دخول الفيروس فعشان كده نحن نخسل إيدينا عشان لما يجي أدعك عيني أو حطي إيدي على وشي ما نقلش الفيروس مش عشان الفيروس سيخش من الإيد ماذا عن وضع الكمامات ولبس القفزات لبس القفزات في الأول هو للأسف بنشوف بعض المبارسات الخطئة لبس القفز للمواطنين العاديين مش هامل أي إضافة تحميني لأن في الآخر القفز أنا بعتبره عائل خارجي ببرة إيدي بعد كده لو حد تصل بي على الموبايل أو مساكة الموبايل أنا القفز عليه كل الماكروبات بحطه على الموبايل بعد كده أرجع أحط الموبايل في جيبي أعلى على القفز وألاقي الفيروس موجود على الموبايل بعض الأشخاص بيغسلوا القفز وده مش مزبوط فمفروض نغسل إيدينا فالقفز بيدينا إحساس خاطئ بالأمان إحنا المفروض ما بيبقاش فيه قفز إلا طبعا في المشاهد الصحية واخسل إيدي باستمرار بالميا والصابون بالنسبة للمسك المسك إحنا بنقول أنه منظمة الصحة العامية بنوصي بحكتين أنه يتلبس لشخصين يقيم شخص مصاب وعنده عراضة نفسية يلبسه عشان ما يعديش أشخاص آخرين أو مقدم الرعاية الطبية يلبس الماسك عشان ما يتعديش هناك أيضا من يعتبر أنه المناطق التي يكون فيها المناخ حارا ورطبا ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير من خلال متابعتكم هل هذا الأمر صحيحا؟ المناطق الحارة الفيروس من ساعة ما ظهر حصل زهور ليه في دول حارة ورطبة مشكلة الفيروس أنه في الأصل ينتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم قضيتنا أن نقطع سلسلة العدوى من الشخص المصاب إلى الشخص السليم الذي يأملهاش دور قوي جدا في القضاء على الفيروس أمام ما تحدثت به وهناك إجراءات كبيرة تقومون بها وجهد كبير أيضا تبذلونه في منظمة الصحة العالمية هناك كان من واشنطن اتهامات للمنظمة بالانحياز للصين ومساعدتها أيضا على إخفاء خطورة المرض كيف تتعاملون مع هذه التصريحات؟ حراك المنظمة هي مشكلة من الدول الأعضاء الجمعية العمومية للصحة اللي بتتم كل سنة في مايو هي اللي بتراجع سياسات المنظمة وتقيم أداء المنظمة وتوافع على الخطط الاستراتيجية اللي بتتم بعيدا عن نواحي السياسية للاتهامات المتبادلة بين الدول نتيجة أراء أو اختلاف وجهات النظر في الحقيقة من المنظمة الصحة العالمية أو العلاقة بين المنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء يحكمها قانون دولي وما يطلق عليه اللوائح الصحية الدولية الانترناشنال هيرتسي ريجليشن الانترناشنال هيرتسي ريجليشن هي التي تحكم العلاقة الصحية بين الدول والجاهزية للجوائح مثل هذه الجوائح من أول إعلان منظمة الصحة العالمية أن الكوفيد 19 يشكل طارق صحي يشكل تهديدا واهتماما عالميا في 30 يناير الدول الأعضاء كلها ملزمة بإبلاغ المنظمة خلال 24 ساعة من حدوث أي طارق بالنسبة للمرض إلى المنظمة وإبلاغها لجميع الدول الأعضاء اللوائح الصحية الدولية هي قانون الدولي الصحي اللي بيربط المنظمة بباقي الأعضاء الصين أبلاغت المنظمة يوم 30 ديسمبر بالفيروس الجديد ومن ساعتها المنظمة في انعقاد تام أدلة عشرية تطلع بعثاب تروح لدول العالم موارد تقدم إلى الدول للتغلب على هذا المرض فبعيدا عن التبادل السياسي بين بعض الدول بعيدا عن التبادل السياسي أيضا دكتور في هذه الجزئية فقط هناك اتهامات أيضا للمنظمة بأنها لم تتعاطى وتتفاعل مع نداءات الأولية بتفشي وباء أو فيروس كورونا حول العالم واعتباره بداية جائحة ومن ثم تم الإعلان عن أن فيروس كورونا وباء عالميا بسرحة لك برضو هنرجع للقانون الصحي الدولي International Health Regulation عشان مدير عامل منظمة يعلن أن دوة يشكل طريقة صحية تشكل تهديدا عالميا ده محتاج ما يطلق عليه لجنة الطوارئ الصحية لجنة الطوارئ الصحية دي تشكل من الدول الأعضاء خبراء من الدول بالإضافة إلى المنظمة الصحية العالمية عشان القرار يطلع محتاج أغلبية في اللجنة اللجنة اكتبعت مرتين لو حركت تتذكر في شهر يناير حتى اقتنعت اللجنة أن دوة يشكل طارئ صحي وجود إعلان الجائحة في 11 مارس إعلان الجائحة لم يترتب عليه إعلان إجراءات مختلفة الفرق بينهم أن الجائحة لها تصنيف مختلف بس الإجراءات والتصنيفات والأدلة المنظمة طلعتها من أول شهر يناير أو ما يطلق عليه Public Emergency for International Concern للتغلب على هذا المستجد أو الفيروس المستجد هي الغاية دلوقتي هي نفس الرؤية المنظمة ونفس الأدلة التي تم إصدارها حتى بعد إطلاق الجائحة على كوفيد-19 في 11 مارس طيب هل ستؤثر لأن تتغير رؤية المنظمة للفيروس نعم تماما هل ستؤثر هذه طبعا للدعاءات كما تشير على المنظمة الدولية على عملكم في ظل تفشي فيروس كورونا في الحقيقة لا ومش المفروض تؤثر إحنا دورنا الأساسي كخط الدفاع الأول للعالم كله في احتواء هذه الجائحة زي ما حراك عارف المنظمة بكامل طاقاتها بالمكتب الرئيسي وست مكاتب إقليمية والمية وخمسين مكتب قطري شغالين جنبا إلى جنب وزراء الصحة في الدول بالإضافة إلى الحكومات المختلفة لأن تاني مشكلة الكوفيد مش مشكلة صحية بس مشكلة الكوفيد محتاجة أبروتش لكل الحكومة أنها تدخل كلهم فيما يخصوا من أجل احتواء الأزمة الكبيرة دي كلها فالأوبريشن العمل بتاعنا شغال عمل فني وتدريبي والمساعدة على مستوى دول العالم كلها شغال من أول الجائحة ومن قبل الجائحة الاستداد لمثل هذه الجواحة نعم دكتور هل سيتم الإعلان عن خطوات أكثر شدة وصرامة في التعامل مع الفيروس أم أن هذا الحد الذي يمكن أن تقدم منظمة الصحة العالمية وفقا لبروتوكولات الصحية العالمية دعونا نتفق أن ما فيش قرارة بتتخذ عشوائيا إحنا لازم عندنا ما يطلق عليه تقييم المخاطر تقييم المخاطر للوضع الحالي حاليا من أول ما الجائحة ظهرت إحنا عندنا تقسيم للدول إلى أربع أنواع من الدول دول ما زهرش فيها حالات أو الدول ظهر فيها حالات قليلة أو دول ظهر فيها انتشار محدود من دوائر محددة ودول حصل فيها انتشار مجتمعي ده التقسيم اللي تم عليه الدول على مستوى العالم تقييم المخاطر من دولة لدولة بيختلف الإجراءات والتوصيات المفروض الدولة تتبعها في أي واحدة من دول بتختلف من دولة لتانية الأدلة موجودة وده اللي نحن بشتغل بيها على مستوى العالم كله مع الدول بحيث أنها تطبق الإرشادات بحيث أنها تعمل تقييم مخاطر مبني على وضع حقيقي على الأرض وتوقع للحالات والاحتواء المرض من أجل القضاء على المرض في الآخر كمنظمة صحة عالمية إلى متى ستستمر أزمة كورونا وهل من رسالة طمئنة وهو سؤال الناس اليوم حتى الآن في إجراءات بتتمع على مستوى دول العالم نسبة الانتشار ونسبة الأعداد اللي ظهرت في آخر 24 ساعة على مستوى العالم قلت حوالي 6% عن اليوم اللي قبله ده مباشر كويس هي الفكرة في الفيروس الكورونا هو بينتشر بصورة سريعة جدا انتشر تقريبا في كل الدول العالم في فترة زمنية وليلة احتواءه بيحتاج فترة زمنية أطول شويتين لأسباب كتيرة أسباب دولة الانتشار منتشرة في مستوى الدولة بالإضافة للمرض الموجودين وإمكانية انتشار المرض من المرضى الموجودين للأطقم الطبية وباقي أفراد المجتمع الكورف أو المعدل الانتشار بيقل بصورة كويسة بس للأسف مش بصورة سريعة كمعدل الإصابة أشكرك جزيل شكر سعيد كثير من الحديث معك ضيف الغد من القاهرة الدكتور علاء حشيش مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية في مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا